بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة 6 وصفحة 6 مهمة جدا جدا ليش استاذ لان تحتوي على ثلاث مواضيع قواعدية وان شاء الله سيقلك بيهن واحد واحد طبعا هاي الصفحة صفحة 6 تعتبر lesson 2 الدرس الثاني من اليونت 1 من الوحدة الاولى عليها تمارين بالاكتيفيت بوك صفحة 6 و7 تحت عنوان hurry up معناها اسرع it's time to go انه وقت الذهاب لو تلاحظ عزيز الطالب الموضوع الاول هو يخص موضوع اخبار الوقت اللي راح يشرحب هذا الدرس هذا الدرس راح يكون المن لاخبار الوقت اللي هو telling the time اما الموضوعين الباقيات هن موجودات بالاسفل وايضا يعتبر المواضيع قواعدية ومهمة دير بالك عليها الموضوع الثاني مثل ما تلاحظ هنا هي الجملة مضارع مستمر is وار وام أي واحد من عدين وing معناها مضارع مستمر أيضا شرحه بدرس على حده وبعد عندك الموضوع الثالث والاخير الماضي المستمر شوف was where وفعل شبي ing اذا هذا ماضي مستمر درس كل هذا اليوم راح يكون عزيز الطالب هو اخبار الوقت راح اشرح لك يا وافصل لك يا واتعمق لك بيك اتعمق بيك شنو اتعمق لك بالدرس وافصل لك يا عزيزي الطالب هسا راح نروح علما نروح الموضوعنا لو تلاحظ هاي telling معناها اخبار هاي telling معناها اخبار the time اللي هو الوقت اخبار الوقت يعني شون استاذ واحد يقول لك بيش الساعة فاته راح تجاوبه يا اما تقل له بثمانية مثلا هسا بثمانية ونص يا اما تقل له بثمانية ونص يا اما تقل له بثمانية وثلاثين دقيقة اثنينات النفس الشي اذن هناك two ways طريقتان to tell the time لاخبار الوقت الطريقة الاولى الطريقة الامريكية وراح اشرح لك ياه وافصله ولاحظ ياه والطريقة الثانية الطريقة البريطانية انا شننت اش اسوى شننت اشرح بس الطريقة الامريكية لانسهلة وبسيطة وحلوة لكن جابوا سؤال بالوزاري يعتمد الا على الطريقة البريطانية فهنانا قلت خطيئة طلابي خاف تتكرر هاي الحالة فلذلك راح اشرحن اني بالامريكية واشرحن بالبريطانية وراح اراويك وراح تتحكم انت اريد من عندك بالتالي تقل له منه الاسهل الامريكية لو البريطانية وكذلك اراويك السؤال اللي ايجي يعتمد لعليمن على البريطانية هسا نجي للامريكية هاي الطريقة الاولى يا طريقة طريقة الامريكية شون تجي بالامتحان هو السؤال شون يجي على سبيل المثال يجيب هاي الطريقة طبعا هو يجيب طريقتين يا أما بين أقواس يا أما هاتشي لو تلاحظ بالأربعة ونص وقال لك till the time أو بالأربعة وثلاثين دقيقة وش قال لك till the time بعد عزيز الطالب نجي بـ 12 وربع وقال لك شنوى till the time أخبر الوقت بعد طبعا هاي أمثلة حتى قل لك شلو نجي هنا 13 واربعة واربعين شنوى ستابعدنا ساعات 13 واربعة واربعة ومسطعش اي احتمال يطيك يا هاتشي وهاي بها فرة وهسا نفهمها آنياك يعني 13 واربعة واربعة ومسطعش لاني كونين به نفرة وهسا فهمك ياها نجي الخطوات الحل للطريقة الأمريكية أول شيء أول شيء يجب أن نكتب أو يجب أن تكتب إتت لازم تكتب إش تكتب لي إتس طبعا هاي الإتس موجودة في الطريقتين يعني البريطانية والأمريكية الثنينات اللي لازم تقول إتس زين استاذ شنو معنى إتس؟ معناها إنها إنها السابعة إنها الثامنة أنا بصف من ندرسهم نقلهم بإخبار الوقت أول بداية لازم تعطس لازم شي سوي تعطس فاش أقلهم إتس شوف شو ما واحد دي يعطس إتس فهذه الإتس اللي إتة لازم تعطس في بداية الحل لازم وهاي متراهنان بالصاف مو تنسوا الإنساها هتشي هتشي الإنساها تلا ظل لحش عليها على العم ومع هذا أجي أصحب هذا الأوراق وإنقاهم ما كاتبين الإتس زين شنو معنى الإتس؟ معنى إنها هاي النقطة الأولى صعبة لا والله استاذ سهل هاي وين نكتبها الإتس؟ في بداية الجملة راح نروح علمها للنقطة الثانية يجب حفظ إملاء كتابة الأرقام يعني الأرقام هذا مو واحد بالإنجليز وين لازم تكتب لي وين مو رقم كتابة زين استاذ لأن شونش يحفظهن هذا إنه والله من الأول بالثاني بالأول بالثاني ركزوا عليهم بالسادس ابتداء الأرقام ولو تلاحظ أنا يسا أنا أمبسط لك الآن لو تلاحظ هذا الجدول عزيز الطالب هذا وين خو ما يحتاج ترجع ما هو واحد يمبين تو أوكي اثنان ثلاث فور أربع خمس أوكي فايف سيكس سيفن ايت ناين تن هذا الجدول الأول أو هذا العمود الأول من الواحد للعشرة ذني لازم تحفظهن إجباري لازم تحفظهن بعد لو تلاحظ أنه شنو بعد العمود الثاني العمود الثاني 11 11 إشقيت اللي هو الدعش بعد 12 لاحظ 13 رح نو بنجي للمقطعتين بس 11 و 12 ذني يختلفن إنو بنجي للمقطعتين 13 لاحظ 14 هاي الاربعطعش 13 14 15 لاحظ مقطعتين بعد 16 17 18 19 لاحظ عزيز الطالب هذني هذا العمود الثاني أيضا مهم وإجباري بعد نروح للعمود الثاني الصغير استاذ شو هاسم العمود شوي شوي صغري أنا أقلبهم على حسابكم حتى تحفظوهن ما تملونا بوي رح نجي العمود يا عمود الثالث العمود الثالث ب 20 30 وشوف المقطع T T يعني T Y T 30 لاحظ 40 ولاحظ 50 اللي هو 50 يعني 20 30 40 50 بقعد لو تلاحظ هسا أنت من خلال ذنة الثلاثة أعمدة حفظتلي من الواحد لل 59 زين استاذ التى 59 ما كتبته لا موجودة هاي 50 50 وهاي 9 صارت 59 يعني 59 وأي رقم تقدر تطلع مثلا خينقول 32 30 30 وهاي 2 خينقول 41 40 وهاي 1 خينقول 29 أو 28 20 وهاي 8 لاحظ أنت تقدر تطلع الرقم اللي عجبك وأنا أريد من عندك تحفظ للأرقام فقط من الواحد لل 59 ليش لأن لازم تكتب الدقائق ذن خاصات بالدقائق عندك الساعات من الساعة أولى للصناعش هم لازم تكتبين كتابة أنا أريد من عندك ذن يا بطل هذا بالنسبة للنقطة الثانية طبعا أنا نسيت أقول لك الطريقة الأمريكية أول بالبداية نكتب الساعات وبعدين شنو الدقائق لذلك لو تلاحظ النقطة النقطة الثاثة راح تحكي على الساعات إذا كان عدد الساعات 12 أو أقل يكون الحل مباشر خلنا جهن واحد واحد 12 يعني 12 أقل من 12 يعني 11 يعني 10 يعني 9 يعني 8 لحد الواحد لحد الواحد يكون الحل مباشر شنو يعني نكتب عدد الساعات ونمشي خلنا أخذ أول مثال أنا لماذا خليت لك أمثلة هنا شوف هاي الأربعة أقل من 12 صح يكون الحل مباشر اشكاد عدد الساعات 4 تكتب 4 اشكاد عدد دقاق 30 تكتب 30 شون راح يصير حال لحظ أول شي لازم تعطس بداية الجملة هس هاي هي كتب إنها لاحظ إنها بعد يجينا عدد الساعات مباشر اشكاد 4 كتب 4 عدد الدقاق 30 اللي هو 30 هاي 30 لاحظ إشان لقدت لك أحفظ الأرقام كتابة اللي أنت تحتاجها وبالأخير شو تخلي لنقطة شوف هاي نجي نشوف الثاني عدد الساعات اشكاد 12 إذن الحل مباشر نكتب اتس وبعد ساعات وبعد دقاق لاحظ هاي اتس بعد ساعات 12 وبعد الدقاق 15 اللي هو 13 هاي 12 هاي أكثر من 13 ها هم سامع واحد شوف ها خلي هاي بعد الفكرة بالي خصير سابع هم سامع واحد يقل لك تقل لك بايش الساعة يقل لك بال 13 يقل لك بال 14 15 16 16 ما كو تحتي زين استاذ إذا كانت 13 وفوق ش أسوي شوف لهاي الملاحظة 13 14 15 16 ش نسوي أو أكثر ش نسوي نطرح اش قل نطرح 12 يعني 13 ناقص 12 قد يبقى واحد إذن الساعة بالوحدة لاحظ من عدد الساعات ويكتب الناتج الحل يعني 13 ناقص 12 وحدة يعني تكتب لي ون لاحظ يعني بالوحدة زين استاذ هس هاي شون هنحل احنا لاحظ يا اول شي نفس ما قلت لك 13 تنقص من عدد 12 بعد 3 شوف تجي شوف 13 تنقص 12 شوف 14 تنقص 12 شوف 24 ما هو اليوم 24 ساعة شوف 24 تنقص من عدد 12 تقدر تطلع عدد 12 وانتبه للطرح لان الطرح كارثة يعني الطلاب هو يخطؤون 21 22 ناقص 12 وحدة تطلع لها داعش وحدة تطلع لها ثمانية وهي لا هاي ولا هاي هي 9 فعزيز الطالب شوية انتبهوا للطرح نجي هسا هاي 13 راح احجل للطرح من عدد 12 شوف يساو 1 يعني بالوحدة شوف راكتب انا اكتب الوحدة زين اكتب ها رقما لا كتابة 1 زين شون راح يصير الحل لحظ إتس لازم نعطس اذا ما تعطس شغلتك مو صح نجي إتس هاي إتس بعدين عدد الساعة تشكت 1 نو نجي المل للدقاق 40 40 44 44 44 44 44 بهاي الطريقة تنحل واضح عزيز الطالب زين استاذ هاي 44 يصير اخلي الشيخط هنا صغير المدرس ما لات نقال خلي الشيخط صغير بين هاي خلي تريد ما تخلي بعد كيف هس هاي اربع نقاط اربعة افكار راح نجي للفكرة الاخيرة بالطريقة الامريكية يا فكرة الاخيرة إذا كان عدد الدقاق شنا نحش على الساعات لي بالطريقة الامريكية أول بداية الساعات وبعدين شنواء الدقاق هس نجي المل الدقاق إذا كان عدد الدقاق قبل شوية 30 14 15 15 12 12 أي عدد دقاق ننزله زين استاذ إذا كان عدد الدقائق 00 أكتب 00 لا عيني ما 00 زين اش تكتب يجب أن نكتب ومعناها بالضبط يعني على راس الساعة من تقول 6 اكت إنها في الساعة السادسة ضبط لاحظ فهذا 00 لازم تكتب لمكانها أكتب ولاحظ هذا المثال تجي أنت طيك 15 12 20 00 00 لا أكتب لها أكتب إخبر للوقت إنت 15 ساعة 15 12 12 12 12 12 يبقى يبقى ثلاثة إذن ثلاثة وعدد دقائق 00 ثلاثة ضبط إذن It's 3 o'clock إنها الثالثة ضبط لاحظ عزيز الطالب هاي 300 طلعت إي أبوها مو 11 عد الساعات نقص من عدها 12 قد يبقى ثلاثة مستعش ناقص 12 يبقى ثلاثة كتبت إجئت أكتب لدقائق لقيت 00 لازم أكتب لأ واضح زين ستاد بس بهاي الطريقة تجي لا احتمال تجي يعني مرة مرتين جاي بين أقواس ويجوز تجي بين أقواس لاحظ بهاي الطريقة شوف هسه هاي الفرق إيش قايل لهم قايل 12 و10 و10 وحال لهم إيش قايل إنها 10 12 لو 12 10 وقايل لهم تشوز تشوز شنو تشوز اختار فقالهم تشوز اختار فهسه لو تلاحظ هسه أو تلاحظين إنه 10 12 لو 12 10 طبعا بالطريقة الأمريكية هاي هو عاطس بالبداية شكرا إلي إنه بحال منو الحل الصح هذي لو هذي طبعا بالطريقة الأمريكية أول بداية الساعات وبعد شنو الدقاق فلو تلاحظين أول بداية 12 وبعد العشرة وين موجود 12 وبعد العشرة هنا إذن هذا الحل صح لكن هنا بعد بالدقائق وبعد ساعات لا خطأ واضحة الفكرة هاي الطريقة الأمريكية راح نروح عن للم للطريقة البريطانية الطريقة البريطانية بها مصطلحات لازم نحفظ ولو تلاحظون تلاحظين هذا أول مصطلح اللي هو هاف والتي تعني نصف يعني نصف ساعة لاحظ هاف معناها نصف يعني 30 دقيقة بس احنا ما نقول 30 نقول هاف لاحظ بالطريقة البريطانية ما نقول عدد الدقائق 30 شو نقول هاف بعد لو تلاحظ المصطلح الثاني والكلمة الثانية كوتا هاي كوتا عزيز الطالب اللي معناها ربع يعني شقد ربع يعني 15 دقيقة طبعا نجايب لك معناها بالعربي وجايب لك عدد الدقائق قدامك حتى تحفظ كوتا فلاحظ هاي كوتا الكوتا عزيز الطالب يعني شنو يعني ربع ساعة فانت من شوف 15 دقيقة شت تقلي كوتا واضح نجي المن بعد المصطلح الاخر هاي كلمة معناها و مثلا بثمانية و نصف بثمانية راح نجي المن للحالة أو الفكرة أو المصطلح الرابع اللي معناها التو التو معناها إلا سامع بالثنتين إلا ربع بالثلاثة إلا ثلاث إلا عشرين دقيقة لو تلاحظ إلا 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 إذن معناها و والتو معناها إلا ذن مصطلحات خاصات بالطريقة البريطانية لاحظ عزيز الطالب راح نجي آنياك شلون نحل شلون يجي بالانتحان وشوف شون آني مبسط وروح دور شوف الشروحات وشوف هذا الشرح بالطريقتين وشوف شون مبسط الطريقة البريطانية بطريقة جميلة جدا جدا وإنت اللي تحكم أبوي لو تلاحظ يقول شوف شون مقسم طبعا هذا تقسيم خاص بي حتى بسط لك الطريقة ظليت باست يعني نشتغل علوة إذا كان عدد الدقائق من واحد إلى تسعة وعشرين لاحظ من واحد إلى جد تسعة وعشرين نشتغل على طريقة باست زين استاذ دقيقة بس لا تخبصنا شنو طريقة باست على هاي القاعدة شنو هاي القاعدة استاذ تقول اتس أو البداية لازم نعطس في كل الحالتين عدد الدقائق شكت مثلا واحد مثلا 28 مثلا 14 مثلا زين استاذ وإذا 30 تكتب لي half زين استاذ وإذا 15 تكتب لي quarter لاحظ عزيز الطالب هذا هنا عدد الدقائق بعد 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 تكتب لي عدد الساعات زين استاذ تسوي لي مثال خلي أفهم أنا من خلال مثال أفهم لاحظ لاحظ هنا شوف 15 10 وقال لك till the time أخبر الوقت وهنا أريد أحلها طبعا هستها تقدر تحلها بالأمريكية وتقدر تحلها بمن بالبريطانية لكن هسا حاليا نشتغل على البريطانية وشلون الحل أول شي تباوع عدد الساعات عدد أو شغل المريب 15 لازم نقص من عدد 12 عافية 13 لازم نقص 14 13 وفوق نطرح سيجعلها ثبتها ببالك في كل الحال أنه سنجل 10 دقاق وقال till the time أريد تعمل حسب القاعدة التي تقوم ها ستاب علي ومخترع ها طبعا هنا بالبريطانية أول بداية لو تلاحظ عدد الدقاق وبعدين الساعات لكن بالطريقة الأمريكية أول بداية تخلي الساعة وبعدين دقيقة ساعدك يقضيتش أسهل وأحلى وطبعا خاف بعد ترى عندك شرح أفهمك أفهمك لا تقول صعبة وهي أفهمك أفهمك نجي عدد الدقاق عشرة رح أكتب عشرة طبعا أكتب X وبعدين 10 بعدين زين استاذ ليش اشتغلنا على طريقة past E لأن عدد الدقاق من 1 إلى 29 وهي العشرة من ضمن هذا الرقم تشتغل على طريقة past لو تلاحظوا ياي هنا أنا هاي الآتس عطسنا بعدين عدد الدقاق عشرة نزلناها بعدين الباست معناها و وبعدين عدد الساعات 15 ناقص 12 ثلاثا حلت هاي طريقة past لاحظ عزيز الطالب بإختصار شديد تجين أول بداية تكتب إتس للعادة إتس إنه بتجي تباول عدد الدقائق انتبه لها عدد الدقائق إذا كان عدد الدقائق شكيت انتبه إذا كان عدد الدقائق من 1 إلى 29 زين إستاذ وإذا شفنا 30 اكتب half زين إستاذ وإذا شفنا 15 اكتب quote زين إستاذ وإذا لقنا 14 اكتب 14 زين إستاذ وإذا لقنا 18 اكتب 18 زين إذا لقنا 10 اكتب 10 بعدين كلمة past بعدين شنوى عدد الساعات 15-12 يبقى 3 وانتهت هاي طريقة past نجي المن للفكرة الثانية نتبع طريقة to اش وقت نتبع طريقة to اذا كان عدد الدقاق شوف 31 للتسعة وخمسين 31 المن للتسعة وخمسين يعني تجي تباعلها تلقيها بالتسعة واربعة واربعين دقيقة تشتغل على التو 32 تشتغل على التو 33 لحد التسعة وخمسين طبعا هاي الطريقة البريطانية تعتمد على الدقاق نجانيك شنو هاي الطريقة ما لتو لاحظ انا اكفكار هنا شوي صعوبة لاحظ اول شي طبعا مو صعبة الا واحد شوي يركزي هاي اول شي تنزل بعدين الدقائق المتبقية يعني انا مو قلت لك 44 اش قد بعدها وصير ساعة 16 تكتب 16 زين استاذ واذا 50 دقيقة ايه 50 اش قد بعد وصير ساعة 10 دقاق تكتب لعشر دقاق زين استاذ واذا 55 بعد اش قد وصير ساعة 5 دقاق تكتب لخمس دقاق هاي الدقائق المتبقية زين استاذ واذا 45 ايه بعد 15 دقيقة الى 15 دقيقة احنا ما نكتبها شنكتب نكتب كوتا لاحظ عزي الطالب شنكتب نكتب كوتا فهنا لازم كوتها هسه اش اريد بعدها النوبة 2 بعدها الساعة التالية الساعة التالية شنو مثلا انا عندي 55 وزودتهم 5 صار الساعة لاحظت سوياي صارت صار الساعة مثلا انا عندي الرقم بالثنتين ازودة لازم ازودة ازودة ساعة هذا عدد ساعة 15 واربعين وقال لك اخبر الوقت تجي انت اول بداية تكتب الاتس خلنا نطيك الحلق قدامك نشتغل انيك هاي اتس بعدها تجي المنش نكتب الدقاقة المتبقية اربعين بعدها شقد وصير ستين عشرين تكتب لتوينتي هاي واضح بعدين بما انه هي الاربعين تعتبر جزء من الواحد ثلاثين تسعة وخمسين بنصها لازم تكتب تو بعدها فور منين اجت الفور تبه لي خمسطعش ناقص اثنعش يصير عددك ثلاثة انا شقاي اللي قايلك من تريد تكتب ما تكتب ثلاثة تكتب الساعة التالية الساعة التالية اللي بعد ثلاثة شقد اربع فور واضحوا ياي بهاي طريقة زين استاذ هسا بعد طبعا اكو عادة الهن اشرحن بعد انا اعطيك امثلة واشرح لك بس اطين صبر شلو اللي خلاك تشرح الطريقة البريطانية الصعبة انا اقل لك مرة جابوا لهم هاي قالوا لهم إنها الثالثة وعشر دقاق بثلاثة وعشرة واش قايلي لهم قايلي لهم خمسطعش خمسطعش لو خمسطعش عشرة لو خمسطعش عشرين خمسطعش عشرين ما كتبتها انا قلت حتى يبقى السؤال الزهير انتبه لي منو هسا هذا مساول يا رقم الهذا لول هذا هاي هتش مرة جابوا شوف فلذلك أنا مني طالب مثلا أنا ما شارح للطريقة البريطانية ويشوف كلمة past يشوف كلمة to هنانش راح يتفاجئ شنو past شنو to لذلك انطرت اشرحن آني هسا طبعا هاي جوابها لو تلاحظ عدد اول شي past معناها ويق 2 يصير ليش لانا عدد الدقاق من واحد الى 29 زين منو هذين خمسطعش لو العشرة بالعدد دقاق اش قد تن اش قد على الدقاق هنا 15 هنا اش قد 10 اذا هذا الحل الصح زين استاذ ثريم ياني جتي 15 15 ناقص 12 يبقى 3 زين استاذ هسا شنو الحل هذا عدد الدقاق 10 وعدد الساعات 3 اذا ب 13 و 10 بعد انا اريد من عندك طبعا اريد من عندك تحلي هذا واجب بيت عليك اللي هو 28 وتحلي بالطريقتين الى شرح طبعا انت لا افتهمت الطريقة الامريكية عاش تيدك وخلاص افتهمت الاثنين معنا انت ذكي وبطل وعاش تيدك وماشين اما لا تريد تركز تركز على الطريقة الامريكية وانتبه طريقة السؤال الثانية خاف يجيب مثلها هسا رح نرجع عن نرجع على صفحة 6 ولو تلاحظ بصفحة 6 هنا عزيز الطالب عندنا مجموعة ساعات مجموعة ساعات لو تلاحظ منطوق السؤال يجيلك which clocks اي الساعات show تبين the same time نفس الوقت نفس الوقت لون للي جواها يجيلك practice مارس saying the time مارس قول الاوقات نيجي احنا اول وحدة اي اول وحدة موجودة ويامن موجودة طبعا رح لك يابهاي طريقة على موضي السرعة لو تلاحظ هاي اول وحدة مع البي وينها الساعة الاولى هاي مع بي وينها هاي دوت باوع وتلاحظ ياهي هنا 15 20 لو تلاحظ 15 لازم تطرح اش قد تطرح من عددها 12 اش قد يبقى ب3 23 سوري 23 وعشرين دقيقة زين هاني راح حل لك ياب كم طريقة حل لك ياب طريقتين اول بداية الطريقة الامريكية وبعدين الطريقة البريطانية بالطريقة الامريكية ببساطة راح اقول it's 320 انها الثالثة وعشرون دقيقة باع لها it's 320 لكن بالبريطانية لا راح استخدم طريقة past ليش لان عدد الدقائق اقل من 29 20 اقل فها طريقة past طريقة past شتقول اول بداية it's بعدين عدد الدقائق اللي موجود اش قد 20 بعدين past بعدين الساعات هاي بساطة ونقطة راح اروح علما اروح للساعة الثانية اللي نربطها لو تلاحظ وين هي هاي الثاثة ايضا نربطها مع منو معاي طبعا هنا مو كل هني الرابطان اوكي بس انا راح اقول لك اللي الرابطان الثاثة معاي زين استاذ شون الرابطان تقصد يعني تربط الربط الرقمية مع هاي لاحظ هاي بيش هاي ب 12 و 10 او هاي ب 12 و 10 خاف ما تعرف شون الرابطان نجي ب 12 و 10 راح اقول لك اول بداية بالطريقة الامريكية بالطريقة الامريكية اتس 12 10 لاحظ يا اتس 12 10 انتهت عدد الساعات 12 وهذي اش قد عدك 10 دقاق ب 12 و 10 اما طريقة البريطانية ايضا راح اشتغل على past على طريقة past ليش لان عدد الدقاق اقل من 29 لاحظ اقل من 29 فاش راح يكون عندك الحل وتلاحظ اتس 10 انها العاشرة past و 12 و 12 يعني 12 و 10 بهاي الطريقة بعد اش عندك بعد عندك الرابعة الرابعة همت الربط و اياما مع الاف زين استاذ شون لو تلاحظ هنا 21 ناقص 12 يعني بسعة بالتسعة وش قد و 30 دقيقة بالتسعة ونص بالطريقة الامريكية بساطة اقل اتس 9 30 لاحظ والامريكية بسرعة اقول بس البريطانية لا لازم نتمع ونحسب وهاي لحظة اتس انها 9 30 انها التاسعة ونص يعني تسعة و 30 دقيقة سوري بالتسعة و 30 دقيقة لكن البريطانية راح استخدم هاف اش استخدم هاف ليش انذا كان عدد الدقائق شنو نص راح اقول هاف بعد الهاف شنو باست و حتى تقول اتس هاف باست 9 لحظ لحظ يال اتس عدد دقائق 30 قلت هاف بعد باست معناها و وعدد الساعات تشجد 9 هس هذا بالنسبة للرابعة ربطناها مع الف اما سات س عزيز الطالب راح نربطها مع الس لاحظ يعني الس س ترى بالخمسة استاذ مو 17 أي 17 يعني بالخمسة شون استاذ 12 ناق سور 17 ناق 12 5 بال 50 دقيقة من اردقولها بالطريقة الامريكية اقول اتس 5 50 انها الخامسة الخامسة والخمسون دقيقة لحظ اتس 5 50 اما البريطانيا تعال حسيب تعال انتبه راح اجي اول بداية راح اقول اتس واضح زين انه اجي عدد الدقائق فوق الواحد وثلاثين فهناش راح اسوي راح ازودها حتى صير 60 اجي ازودها 10 فراح اكتب 10 شوف 10 بعدها بما انه انا زودت عدد دقائق اذا ها طريقة 2 هاي 2 انه اجي 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 6 وهاي السادسة طبعا عزيز الطالب هذا بالنسبة الى شرح وتفصيل طبعا خذت بوقت حتى افصل اليك حتى افهمك وانت بعد كيفك تمشي على امريكية تمشي على بريطانية عزيز الطالب انت مخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة